السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم على القناة تمنى كل اللي يزور القناة يشترك ويدعمنا بلايك للفيديو النهاردة طبعا نظرا لسوء الاحوال الجوية على محافظة القاهرة والمحافظات محافظات السواحل القناة مدن القناة طبعا واسكندرية شهدت القاهرة واسكندرية طبعا والمحافظات سيول وامطار رعضية من اول اليوم ولسه مستمرة لغاية دلوقتي فنظرا لسوء الاحوال الجوية فطبعا الارصاد بتحذر يعني التزام المواطنين طبعا المنازل والخروج للضرورة لان طبعا السيول زادت طبعا منصوب المياه في الشوارع وخاصة كمان الطرق وتكدس طبعا الطرق بالسيارات وعدم طبعا مفيش سيولة في المرور تكدس طبعا بسبب امطار السيول قدت لتقريبا شلل الحرقة خالص في الشوارع وخاصة الطرق طبعا اللي هي الحيوية في القاهرة والمحافظات واعلنت وزارة التربية والتعليم ان شاء الله بإذن الله بكرة الثلاث موافق خمسة وعشرين اتنين عشرين عشرين هيعتبر تعطيل للدراسة في محافظة القاهرة نظرا طبعا لسوء الأحوال الجوية واستمرار السيول والأمطار الرعضية يعني ان شاء الله ابتداء من بكرة الثلاث أمطار برضو واستمرار السيول وأمطار الرعضية فبكرة ان شاء الله عطلة بالنسبة للمدارس في محافظة القاهرة وهتتحسن بقى الأحوال الجوية ابتداء من يوم الأربع بإذن الله تعالى على محافظة القاهرة بس مستمرة الأمطار على مدن القناة وعلى طبعا سينة وإسكندرية فنسأل الله السلامة بإذن الله وربنا سبحانه وتعالى يعديها على خير ويجعل ان شاء الله الأمطار دي أمطار الخير والبركة والرزق اللهم أمين يا رب العالمين فان شاء الله بأمر الله تعالى بكرة التلات استمرار حالة الطقس السيء طبعا واستمرار السيول والأمطار الرعضية والتلات الموافق خمسة وعشرين اتنين عشرين عشرين أجازة رسمية للمدارس في محافظة القاهرة نظرا لسوء الأحوال الجوية ونسأل الله السلامة